لازم المية توصل يعني مبارح وإحنا بنتكلم بكنا بنتكلم على الوضع الصعب جدا حتى في مية الشرب مصر بدأت عملية الضخ الكامل للمية المية المية الحلوة مية الشرب لأهلينا في قطاع غزة محطات التحلية في رفح المصرية واللي أقيمت بالتعاون ما بين مصر والإمارات العربية المتحدة ومد خط أنبيب من موقع هذه المحطات في رفح المصرية بطول تقريبا 900 متر وده بالتنسيق مع مصلحة المية الفلسطينية تاني بالتنسيق مع مصلحة المية الفلسطينية في رفح فلسطين نجحنا في ضخ هذه المية إلى داخل القطاع المية دخلت لقطاع غزة فلسطين المحتلة في توقيت بيعاني منه مئات الآلاف اتنين مليون ونص فلسطيني بيعاني أبسط حق إلينا الهوى والمية الهوى لوسوه لوسوه بالقصف ولوسوه بالفصفور الأبيض ولوسوه بالغبار الناتج عن ضرب قطاع غزة المية مش عاوزين يدخلوها الأهلينا طب هنعمل إيه؟ قلنا لأ إحنا لازم هنشغل محطات المية بتاعتنا وبالتعاون مع دولة الإمارات عملنا محطات مية مخصوص نوصل بيها المية الأهلينا في فلسطين في قطاع غزة طيب الخط ده هيقوم بتزويد ملاكز الإيواء باحتياجاتها اليومية الضرورية من مية الشرب من الناحية التانية أهلينا في غزة الحقيقة هم اللي مشكورين بيشكروا مصر مشكورين ويشكرون مصر بيأكدوا على الدور المصري الكبير في تخفيف المعاناة زاكي أبو سليمة وهو واحد من أهلينا من سكان غزة قال المية اللي جيّلنا دلوقتي لهذا القطاع اللي دمروا العدو الصهيوني مية جيّلنا من مشروع لتحلية المية في مصر كلامه هو اللي بيقول مية مصر طعمها زي السكر أسبيع طويلة شهور دخلين في الشهر السادسة هون ست شهور من القسف والحصار الصهيوني على كل سكان هذا القطاع ناس كتير أصبحت في هذا القطاع مضطرة كانت تشرب مياه غير نظيفة على الإطلاق لا تصلح للاستخدام الله أعلم بأهلنا اللي موجودين هناك حالتهم عاملة إزاي هم بيشكرون أن إحنا بعطنا المية وإحنا بنشكر ربنا أنه أهلنا أن إحنا نقدر نوصل لهم المية ونوصل لهم المساعدات إحنا كمان بنشكر ربنا أن إحنا عندنا قيادة وإرادة سياسية وطنية حقيقية مصرة على أنها تنصف هذا الشعب وتدي له حق الكامل في تقرير المصير وتناضل لأجله كتفا بكتف وجنبا بجنب إحنا هنفضل وقفين مش في ظهر الفلسطينيين لكن جنب الفلسطينيين في كل خطوة وفي كل لحظة حتى يصبح لدينا دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية